اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة بنامجكم حديث عراقي في كل انظمة العالم عندما يختارون مسؤولا اولا في الدولة بدارة شؤون الدولة يجب ان يتحلى بصفات يعني صفات ربما مشتركة في كل دول العالم تفترضها وان يكون صاحب علم صاحب رؤية سالم بدنيا وعقليا هكذا هي المعايير او صفات القائد هذا ومن صفاتها ان يكون صادقا ان لا يكون متحيزا ان يكون حصة للجميع في كل يعني كثير من دول الدنيا الغالبية لم تكون كلها فيها مكونات كثيرة وفيها عراق كثيرة هكذا يعني هكذا هكذا هي الدول بنية وهكذا الناس والبشر تجمعوا في على اراضي معينة وصارت دول فهو من فئة معينة من قبيلة معينة مثل ما نقول نحن من عشيرة معينة من جهة معينة من اطار معين والاخرين من جهات وشيع وعشائر وقبائل وتكوينات ومكونات اخرى لكن كل هؤلاء لهم حصة فيه مثل حصة مكونة وما ينتمي اليك فيه بمعنى لا يكون متحيزا وبعنى واحدة من الصفات ان يكون ان يكون نزيها ان يكون منصفا منصفا في رؤيته لواقع الحال الذي يعيشه لواقع الماضي والحاضر ان لا يرى الامور لتوترات ورؤى خاصة يعكسها على منهج حكمه هكذا هكذا الدنيا كلها فعندما استمع مثلا الى محمد شاع السوداني رئيس الوزراء الحالي في العراق ويتحدث ويقول عندما يفتتح مجسر او جسر للمشات بين منطقتين الكاظمية والقريعات ويقول وهو المسؤول الاول في الدولة ويفترض كل العراقي لهم حصة فيه سنة شيعة كردا عربا المسيحيين تركمان يزيدين كل عرب اسلام كل شيء كل المكونات الذي يتحدثون عنها واللي يعني صدع رؤوسنا بالحديث عن المكونات كل هذه لها حصة فيه والحصة المتساوية وهو ملك للجميع ملك لكل العراقيين يجب أن يكون منصفا وعاقلا وذوره يجب أن لا يكون متوترا وطائفيا وموتورا عندما يتحدث ويقول أنه كانت هذه المنطقة في زمن النظام السابق ممنوعة عليها أن تتواصل بين القريعات والكاظمية وبغض النظر عن النظام السابق حتى لا يقال لا يطلع أنه واحد يكون يدافع عن النظام السابق بغض النظر عن النظام السابق بغض النظر عن أي نظام الدولة العراقية الحديثة التي ولدت عام 1921 وانتهت عام 2003 لأنه ما بعد 2003 حساباتها أخرى لكن هذه 82 سنة أو 81 سنة 82 سنة هذه كان فيها بناء تراكمي والمواطن كان يبني الأنظمة كانت تبني بغض النظر عن شكل النظام حزبي غير حزبي مؤدلج غير مؤدلج له لكل أنظمة في الدنيا لها عيوبها ولها مميزاتها لا يمكن أن نوسم فترة من الفترات بأنها كلها سيئة عدل فترة التي الآن نعيشها منذ عام 2003 لحد الآن لأن هذه فترة استقول لماذا؟ استقول لكم لهذه الفترة ما زال الاحتلال فيها هو السيد ما زالت أمريكا هي السيد ما زالت إيران هي المتغولة على العراق ما زالت الحكومات ما زال العراق ليس عراقا وليس للعراقيين فلذلك قياسات هذه المرحلة العشرين سنة تختلف عن الباقي وبغض النظر أعود مرة أخرى مهما كانت هذه الحقب مهما كانت هذه الأنظمة التي حكمت العراق لها سيئاتها لها اخطاءها لها حسناتها بغض النظر لكن يجب أن نكون منصفين في التعامل مع التاريخ لأننا نتحدث عن فترة ما زال شهودها أحياء ما زال أهل العراق أحياء والله ينطيهم العمر والصحة والعافية ويعرفون كل هذا الذي يتحدث عنه يقول أنه المنطقة هذه بين الكاظمي والقريعات ما تتواصل من ناحية النظام السابق هذا حديث طائفي وغير مقبول وهذا حديث فيه انحياز لعقلية ليست سوية أنا أقولها بكل صراحة لأنه التمييز عن ماذا؟ لماذا النظام السابق؟ لأنه هناك شيعة وسنة إذن أنت تحرض بهذا الموضوع شيعة وسنة وهذه لم تكن موجودة متى بدأت وهذا السؤال المهم؟ وكل العراقين يجاوبون علي وكلهم بغض النظر أن يكون ضد النظام السابق مع النظام السابق معاكم ضدكم هذا واقع الحال المنصف والعاقل يتحدث به متى بدأت التفرقة بين السنة والشيعة ومتى بدأت تقسيم المناطق حتى في بغداد بعد الاحتلال 2003 قسمت المناطق وجو الأمريكان وضعوا حتى جدران بين المناطق هذه منطقة سنية هذه منطقة شيعية وهكذا ألم يحصل هذا؟ هذا غير موجود بالسابق لم يكن أحد يفكر المجتمع العراقي كان متصالح مع نفسه لم يكن فيه تفكير مسبق إلا المرضى لعانهم من أمراض هذا ولا منا علاقة بهم هذا ما لا علاقة بالنظام لا مؤدلج ولا غير مؤدلج لم نظام سابق لا ملكي ولا جمهوري الشعب العراقي متصالح مع نفسه والشيعي والسني والكردي والعربي والمسيحي واليزيدي وكلهم والتركمة كلهم يتشاركون في أحزانهم وفي أفرحهم والجيران يعيشون نفس الحالة والناس متسالمة ومتصالحة مع نفسهم متى بدأ التفريق ومتى بدأ الدس بالخطاب الطائفي بعد 2003 وما زال هذا الخطاب هو السائد وآخرها انتخابات انتخابات هذه ما يسمى بمجالس المحلية كيف اشتعل الخطاب الطائفي وكيف سوق هذا الخطاب فأنت تتحدث بهذه متى كانت بغداد مقسمة متى كان ممنوع على المواطن أن يدخل هذه المنطقة هذه كذبة عيب عيب هذا الكلام هذا لا يقبل أنت تسوي جسر تسوي للمشيات فالله عليك ماشي بفلوس العراقيين وانت تسويه غصبا ما عليك انت موظف الدولة العراقية انت موظف عند العراقيين وستسويهم شيء اللي يفيدهم لا تتكلم كلام وكأنه انت يعني لصالح فئة معينة تسوي هذا الموضوع وانت تصلح قضايا عيب هذا الكلام غير مقبول هذا لا يقبل وتعليقات كثيرة صدرت على هذا الحديث والحقيقة يعني يعني كنا نسأل متى سيطرت هذه المفارز اللي تسألك انت شيعي لو سني هذه بعد 2003 وبتحديدا بعد 2006 زادت بعد تفجير المرقدين يسألك انت شيعي لو سني ويبدو السني خاف من يطلع ويبدو الشيعي خاف من يطلع هذا هذا الحقيقة هذا وقع الحال وجدت سيطرات ومفارز ميليشياوية تسألك وانت من يا عشيرة حتى يعرفون العشيرة هذه تنتمي إلى الغربية تنتمي إلى الشرقية تنتمي إلى الجنوب إلى الشمال هكذا الوضع فهذا الموضوع وعشرين سنة دفعنا دفعوا أهل العراق ثمن ضاهظ لهذه السياسة النكراء المميتة القاتلة التي فرقت العراقيين والحقيقة من ضمن هذه التعليقات أختم به الحديث هذا لأنه حديث ممل ومعيب جدا قراءة التعليق لأحدهم ذهب إلى قول للرسول صلى الله عليه وسلم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر ويكفي هذا القول للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه منهج في الحياة ودستور للحياة نتبعه فهذه آية المنافق ولا يقبل هذا المنافق واضح هو من هو المقصود شكرا جزيلا عزيزي المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة أشتركوا في القناة